أبنائي طلابي طلاب الصف الثاني الثانوي أهلا بيكم النهاردة معانا حصة للغة العربية معتمد على الفهم أكتر منه حفظ يعني الطلبة معظمهم بيقولوا ان احنا الأدب ده بنحفظه سأنا عاوزكوا تحاولوا تفهموا الأدب تفهموا الظروف اللي حواليه علشان تأثر فيه الشاعر ما يقدرش يقول قصيدة من غير ما تكون الظروف اللي حواليه أثرت فيه تعالوا كده نشوف احنا درسينا النهاردة بيتكلم عن من الصورة اللي قدامنا ديت احنا ممكن نعرف مين الشاعر اللي معانا الشاعر اللي معانا ده هيبقى مؤسس الرومانتيكية اللي هو موتران وده شاعر مشهور جدا وزمانتوا شفتوا من الاسم كده موتران ده مش اسم مصري يبقى أكيد من خارج مصر وهنعرف انه هو من لبنان احنا عايزينك النهاردة تتعرف معانا أدب المدرسة الرومانتيكية فهتكون عارف كويس جدا الاتجاه الوجداني تستنتك سمات الاتجاه الوجداني ده تميز بين الكلاسيكية والوجدانية هو الاتجاه الوجداني نحنا كنا بنتكلم عليه تحدد أعلام الاتجاه الوجداني يعني تعرف مين أشهر الشخصيات اللي موجودة في هذا الاتجاه يبقى احنا مع بعض النهاردة هنتعلم يعني ايه اتجاه الوجداني ونتعلم كمان برضو نعرف نفرق بين الكلاسيكية والايه والوجداني طيب وطبعا هفكركم ان كلمة مدرسة احنا ما نقصدش بيها مدرسة نظامية يعني فصول وناظر ومدير ووكيل القصة دي لأ الموضوع كله في كلمة مدرسة بيميل إلى الاتجاه الفكري يعني مجموعة من الناس تتبنى فكر معين نقدر نقول عليه مدرسة قالوا كده نشوف نفتكر مع بعض الكلاسيكية الكلاسيكية كاتجاه ده بنقول عليه اتجاه المحافظ الاتجاه الايه ايوة الاتجاه المحافظ في الشعر تمام طيب يعني من الاسم كده الاتجاه المحافظ ده يبقى ايه آه يبقى ده هيعتمد على القديم حاجات من القديم فمثلا يلتزم بالوزن والقافية الموحدة تمام يبقى ده فعلا زي القدماء الناس القديمة كانت كده عندهم أهم حاجة الوزن والقافية كان الشعر أصلا مفهومه كده ابناء الطلاب الشعر كان مفهومه انه ايه كلام موزون مقفى ده قديما كان بقوله عليه كده كلام موزون مقفى ده كان في القديم موزون يعني لوزن ومقفى مقفى يعني له قافية تمام طيب ده كان قديما كمان كانوا هما بيهتمدوا على التصريع وإحنا عاوزين نفهم التصريع ده إيه أولا التصريع ده محسن بديعي نقض بلنا بقى محسن بديعي خدناه السنادي من المحسنات البديعية الإيه أيوة اللفظية تمام طيب وده كان بيعمل إيه محسن بديعي ده عرفه إزاي عارفين أبناء الطنب بيت الشعر بيبقى مقسم إليه الشطر أول وشطر ثاني تمام كان بقى بيجي الشعراء نهاية الشطر الأول ده ونهاية الشطر الثاني ده ويخلوه نفس الحر خلوه نفس الحر ده كان يعمل لي نغمة موسيقية جميلة في أول بيت في القصيدة مكز معي أنه هو أول بيت من أبيات القصيدة وعلى زالي الكنابول عليه بقى تصريع جاية منين بالله بالكده عارفين الباب الباب نقولك الباب ده زمان كان له مصراعين كده يعني ضلفتين زم احنا بنقول فكان يجي نقولك فتح على مصراعيه أي نفس الحكاية هم خدوا المسمى ده ده يعتبر مصراع وده يعتبر مصراع فعملوا ايه تصريع يعني اهم حاجة ان احنا نفهم زي ما انا قلت لكم في بداية الحصة اول كلمتين قلت لكم عليهم احنا جماعة جايين نفهم مش جايين نحفظ هنا لا الادب فهم مركز كده كويس في العبارة انا بقول هيلك ايه فهم كويس ده هيفرق معاك كتير جدا تعال نشوف ايه تاني من سمات المدرسة الكلاسيكية اللي كانت موجودة اه استعارة الصور من القدماء يعني ايه اه يعني انا هروح للقدماء واخد منهم الصور بتاعتهم يعني مثلا صورة قديمة كانوا بيصوروا بيجيبوا تصورات قديمة من البيئة اللي هم عايشين فيها انا ممكن اخد الصورة دي واستخدمها وده اللي عملته المدرسة الكلاسيكية طريقة محافظة على القديم ماشيين زي ما القدماء كانوا ماشيين وكان لهم عذرهم طبعا في الوقت ده ايه عذر الكلاسيكيين ان كان الشعر قبلهم مدمر تماما كانش فيه شعر كان الشعر منهار وهم كانوا عايزين يعملوا عملية احياء للشعر من جديد وطبعا كان محمود سامي البارودي وهو اللي علم بقى التلاميذ اللي عمله الكلاسيكية وهنعرف منهم دلوقتي مثلا من الاعلام بتاعتهم احمد بيك شوقي مشهور جدا امير الشعراء هنعرف مثلا شاعر النيل حافظ ابراهيم وهو تلميذ من تلاميذة البارودي هنعرف احمد محرم تمام وده شاعر اسلامي عظيم دول تلاميذ اتدربوا على يد محمود سامي البارود وكملوا المسيرة بتاعت احياء الشعر من جديد وعملوا الكلاسيكية المدرسة دي وتانهم محافظين على اللي تعلموا بقى من استاذهم والصور والتشبيعات والتعبيرات القديمة حتى الالفاظ كمان احنا نشوف النقطة اللي بعد كده طبعا زي ما احنا قلنا هم محافظين على القديم فأما حاجة عندهم ان الالفاظ بتاعتهم تكون سليمة عشان كده لجأوا الى القرآن الكريم واحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم وبدأوا ايه ياخدوا منها ويتأثروا بيها وطبعا هنا هم اثروا السلامة زي ما بنقول اثروا السلامة يعني ايه يعني هم لسه طالعين وبيجددوا فهم حبوا يجيبوا الالفاظ السليمة في اللغة ما يجيبوش لفظ ما يكونش مظبوط او تعبير مش كويس فعفضل اللغة هي لغة الكرآن ولغة الحديث ثم يأتي الشعر بعد ذلك برضو من سمات المدرسة الكلاسيكية القديمة دي ان شيوع الحكمة في شعرهم يعني بدأوا فعلا يجيبوا الحكمة يجيب لك تعبير مشهور بالحكمة يحطوا في القصيدة دي سمة أساسية عندهم في شعرهم طبعا برضو ديت كانوا متأثرين بقى من القدماء كل ده تأثر بالقدماء لو انتم فاكرين في سنة أولى سنوي كنا واخدين نمط الشعر الجاهلي وكان من عليه كمان في الثانية سنة وفكرتوا كده ان القصيدة الجاهلية قديما كان بتعتمد على ايه الوزن والقفية الواحدة ده قديما بقى يعني احنا عايزين في الجاهلية قديما كان عندهم أهم حاجة الوزن والقفية كان عندهم البدء في المقدمة الطلالية يازم يتكلموا عن المحبوبة وفراق المحبوبة وإزاي مشت وهكذا حتى لو مش موجودة المحبوبة دي كانت طريقتهم وكانوا دايما يشتغلوا على الوصف وكان دايما يجيبوا حكمة في شعرهم شفتوا بقى الحكمة دي ها دي بقى اللي خدوها مين الكلاسيكيين وشتغلوا عليها كويس جدا الحكمة أي من النقاط برضو الأخيرة عندنا في سماية المدرسة الكلاسيكية أن الألفاظ عندهم تتصف بالجزالة والفصاحة ووضوح الفكر يعني إيه كلمة الجزالة دي أنتوا بتجبرنا كلمات صعبة يا ستاستور لا أركز بس معايا كده الجزالة دي يعني قوة نفذ قوم نفذ أصيل في اللغة تمام إحنا لسه كنا بديتكلم يا جماعة ما إحنا قلنا هم تأثروا بالإيه بألفاظ القرآن الكريم يعني لازم تبقى ألفاظهم فعلا قوية وألفاظ دغة عربية فصحة هي الفصاحة من القرآن والحديث ووضوح الفكر من القرآن والحديث إيبعي إذن ده أثر عندهم فيه استخدامهم للألفاظ آه طبعا وكانت ألفاظهم بالشكل ده والفكرة بتاعت الألفاظ ديت إن هي كانت ألفاظ من القديم يعني كانوا ساعات يجيبهم من التراث ألفاظ تراثية تمام ده طبعا في العصر بتاعهم ما كانش عيب ولا حاجة بالعكس إحنا قلنا كانت محاولات منهم لإحياء الشعر مرة أخرى لأنه كان فيه مرحلة ضعف جديد جدا وهم من الجنب وكان على عاطقهم إحياء الشعر والناس دي ما أغلطتش يا جماعة لما عملت حاجة زي كده هل ممكن يتطور ده؟ آه طبعا ممكن يتطور مع العصر حالها هن تنينينا وعفين عند النوع ده مثلا أو عن تنينينا وعفين عند تفكيرهم بالشكل ده؟ لا أكيد العصر بتاعنا عصر تطور ودايما فيه جديد طبعا إحنا عندنا أحمد شوقي زي ما إحنا تكلمنا وحافظ إبراهيم وأحمد محرم كل واحد كان له دور كبير جدا في إحياء الشعر مثلا لو أنا بأخذ أحمد شوقي ده أحمد شوقي طب أحمد شوقي ده عمل لي إيه؟ لا ده أحمد شوقي ده عمل حاجات كتيرة جدا في الشعر يعني مثلا هو أول من أدخل الشعر المسرحي كانتش عندنا شعر المسرحي خالص أحمد شوقي هو أول واحد عمله طيب كمان أحمد شوقي ده عمل لنا إيه؟ لا عمل لنا كمان منجزات العصر يعني إيه منجزات العصر ده أستاذ طاري؟ منجزات العصر ده زي مثلا لما بيتكلم عن الطائرة يتكلم عن السفينة الباخرة كلام ده ما كانش يظهر في الشعر قبل كده أحمد شاوي أظهرنينا الحاجات دي في الشعر فمن ناحية أحمد شاوي عمل جديد عمل جديد طبعا أحمد محرم برضو يعني كله عمل يعني أحمد محرم مثلا عندنا الشعر الكبير أحمد محرم ده طبعا عملنا حاجة اسمها الإليازة الإسلامية يعني إليازة الإسلامية دي الإليازة الإسلامية دي أبدا الطلاب هو أحمد محرم عمل ده إلى إيه التراث الإسلامي وإنه بقى مثلا جاب لنا تاريخ الإسلام تتركز معايا تاريخ الإسلام كله وعملوا شعرا شبت بقى الإنجاز اللي عمله أنت ممكن تكون مش متخيله بس عازل تتخيل كده أن رافل بيكتب التاريخ المسلمين بس ما بيكتبوش كتابة نثرية زي ما احنا متعودين مقال مثلا قصة لا ده بيكتبوا بالشعر غزوة من غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم يكتبها شعرا هجرة الرسول يكتبها شعرا فاهمين يعني الموضوع ماشي ازاي كان فيه طبعا هنا براعة شعر بارع جدا في الكتابة الشعرية وقد خلينا حاجة جديدة اللي هو الشعر الإسلامي ده تاريخ المسلمين وطبعا عمل الإليازة الإسلامية وكلمة إليازة ده كتاب ضخم الكلمة ده متخدة من الأجاني مش كلمة عربية كلمة يونانية في التاريخ اليوناني الإليازة وده معناها حاجة ضخمة كبيرة كلمة إليازة وطبعا فيه كتاب مشهور وقصة مشهورة جدا وفيلم كمان معمول اسمه الإليازة والأودسة من أبناءنا الطلاب اللي بيحبوا الأفلام الأجنبية حيلاقي اسم كده اسم الفيلم ده طبعا ده بيحكي تاريخ برضو الحرب قديما في اليونان والرومان وهو كتاب ضخم قوي قصة يعني كبيرة أحمد محرم خاد الاسم ده على أساس أنه أقلب كتاب ضخم وهو مسميه بالعربي ديوان مجد الإسلام ده الاسم العربي ديوان مجد الإسلام والإليازة الإسلامية عرفنا بقى أحمد محرم عمليني ايه وأحمد شوقي عمليني ايه في الشعر دعالوا بقى نشوف هل هتظل الوتيرة ماشية بالشكل ده ولا في تلاميذ جدد ممكن يطوروا الحكاية دي هنلاقي مثلا أن بدأ يظهر اتجاه جديد على يد ناس جدد بقى وكان عشارهم مين تمام كموتران كموتران طبعا من لبنان ولبنان دي أبناء الطلاب يعني زي ما بقوله بلاد الجمال بلاد الطبيعة والجمال فكان موتران عايش ونشأ النشأة بتاعته فيه البلاد دي تمام موتران بسبب ميله للجمال ده ما عجبوهش فكرة أنه هي يظل في القديم وعاوز يطور ويعمل حاجة جديدة فأيه بدأ يبعد عن الكلاسيكية والنظام الكلاسيكي في الشعر ويعمل هو نظام جديد كان طبعا السبب في الموضوع ده أن القدماء هو شاف كده أن القدماء من الكلاسيكيين تلوهم مرتبطين بالقديم قوي زي مثلا المتنبي زي عنطرة يعني الموضوع رجعنا الورا قوي يعني إحنا عاوزين نشوف جديد طبعا وكانوا بيقلدوا في القديم ده ويعرضوه ويعملوا منافسة معاه ده صحيح كان عندهم شعر المناسبات طبعا الموتران ما عجبوش فكرة شعر المناسبات ده يعني شعر المناسبات ده كان كتير جدا في الكلاسيكية وشعر المناسبات ده كان مثلا عندنا أحمد شوقي وحافظ إبراهيم يعني مثلا عندنا بيت مشهور جدا للشعر الكبير حافظ إبراهيم ويكلم فيه عن البنات مثلا لما دعوه الافتتاح مدرسة في بورش سعيد كلم عن البنات وقال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددتها شعبا طيبا أعراقي مصطفى كامل اللممات أحمد شوقي كتب قصيدة يرث فيها مصطفى كامل فكان شعر المناسبات كتير جدا حادثها تحدث نعمله فيها قصيدة طبعا فكرة مطران ما كانتش كده مطران مش حابب الموضوع ده بالشكل ده حابب أن القصيدة تكون نادعة من جوه إحساس الداخل مش مناسبة بتفرضها عليه طبعا شعر المجاملات أيضا أنا عاوز أجامل واحد أو عاوز أمدحه أو هو أدم أعطاء أو أدم منح الحد أو مأي القصيدة شكر فيه الرومانتكية وشعراء الرومانتكية ومطران يعتبره ده انفعال غير صادق يقوله عليه كده انفعال غير صادق من الشعراء إنما هم بقى كرومانتكيين لا يحبوا أول تجارب الذاتية بتاعتهم في تجربة ذاتية هم يمروا بيها تكون التجربة دي ذاتية صادقة يعني أنا مريت بيها بالفعل أكتب عنها طبعا من الكلاسيكيين برضو المشكلة عندهم من الموهة اهتموا بالصنع اللفظية وشوفنا مثلا زي التصريع اللي أنا كلمتوكو عنه من شوية وإزاي أني لازم يكون فيه تصريع في أول القصيدة كبيري كده يعني زي احنا بنقول وش كده لازم القصيدة يبقى فيها تصريع يبقى ده شعر كويس طبعا موتران برضو ما عجبوش الاتجاه ده ما عجبوش الفرضية اللي فرضوها الكلاسيكيين في تقليدهم للقدماء طبعا قال إن أنا عندي أهم حاجة الوجدان والمعنى بتاع القصيدة إنما طبعا الكلاسيكيين ما كانش ده أهم حاجة عندهم علشان كده دي المآخذ إحنا بنسمعها كده المآخذ على مين على الكلاسيكيين إيه المآخذ اللي أخذها موتران والرومانتكيين على الكلاسيكيين هي دي طيب تعالوا نشوف كده بناء القصيدة عند الرومانتكية طبعا أهم حاجة في القصيدة عند الرومانتكية الوحدة العضوية كنتي بقى معي كويس جدا الوحدة ليه العضوية يعني وحدة عضوية دي وحدة عضوية دي تم تكلم عن حاجتين اتنين أساسيتين واحد الموضوع يعني موضوع واحد يا جماعة إحنا عندما نتكلم نتكلم في موضوع واحد القدماء طبعا ما كانش عندهم حتة موضوع واحد دي كانت القصيدة بيبقى فيها أكثر من موضوع نتكلم في موضوعين ثلاثة أربعة ما كانش عندهم عدد معين تكتبوا في موضوعات كتيرة قصيدة مليانة وانت تقرأ القصيدة لا موطران قال لا يا جماعة إحنا رومانتيكيين إحنا متأثرين بالأدب الفرنسي أركزوا بالحطة دي برضا أن إحنا عندنا أدب فرنسي وده كانت متأثر بمين موطران بيجيد الفرنسي كوز جدا وكان سافر فرنسي فألا إحنا عندنا وحدة الموضوع موضوع واحد الطول القصيدة أنا هتكلم في موضوع واحد من أول لآخرة طيب وطبعا هم وجهة نظرهم أن ما يشتتوش القارق موضوع واحد ما فيش تشتت كده وقالوا كمان إحنا عاوزين وحدة الجو النفسي كمان يعني إحنا عاوزين وحدة موضوع وحدة إيه جو نفسي طب إيه وحدة جو نفسي دي يعني المشاعر تكون واحدة يعني لو حزن يبقى خلاص القصيدة كلها حزن لو سعادة وفرح يبقى القصيدة كلها سعادة وفرح ما تتمكش ما بين الاتنين وده طبعا برضو نفس القصة في اعتبارهم قالك القصيدة لما تكون حاجة وحدة كل متكامل بموضوع واحد بجو نفسي واحد يبقى ما فيش مشكلة يبقى حتى القار أو السامع مركز في الموضوع تمام كده ابناء الطلاب يبقى أهم حاجة عند الرومانتكية في بناء القصيدة الوحدة العضوية تمام طيب ليه بقى موترون اتجه للرومانسية دي طبعا أول سبب حكاية لبنان دي نشئته في لبنان ما قلنا لبنان دي بلد الجمال أو في سحر وجمال ده أثر فيه جدا وفي خياله وخلع موضوع الخيال ده أساس عنده طبعا الرومانتكية مبنية على فكرة الخيال عالم الخيال ده شيء أساسي عند الرومانتكيين تعصره بالشعراء الرومانتكيين الفرنسيين أو الرومانسيين يعني الفرنسيين طبعا احنا اتكلمنا على أساس أن الراجل ده كان بيجيد اللغة الفرنسية كويس جدا وده ساعده في فهم موضوع الشعر الفرنسي وطبعا هو نقل تعلم هناك في فرنسا وجه هنا نقل للوطن العربي طيب هو مطران ده يعني كان معاصر لأحمد شوقي وحفظ إبراهيم والأقران طبعا كان معاصر لهم وكان بيقعد معاهم ويسمع معاهم كل شيء إنما هو له وجهة نظر جديدة فكرة جديدة زي ما احنا قلنا المدارس يعني فكرة يبقى هو الراجل ده جاي بفكرة جديدة عاوز نشر عرفنا كده إن مطران متأثر بالبيئة اللي هو عاشها اللي هي في لبنان وعنشان كده بيقولك مطران هو رائد المدرسة دي رائد المدرسة الرومانسية أو الرومانتيكية فين في الوطن العربي طبعا هو اللي مجدد وهو عمل حاجات جديدة مطران طبعا مطران فكرة اللي تجال والجدان عنده هي فكرة الأحاسيس والخيال وطبعا الخيال الأحاسيس الزاتية دي بقى نركز في كلمة الزاتية عن ديموترون دي لأن الزاتية دي بتبنى عليها المدرسة كلها تجربة ذاتية طبعا هو كده بيحاك الاتجاه الرومانتيكي في العدب الغربي وخاصة قلنا فرنسا اللي هو اتعلم فيها وسبب الرومانتيكية احنا قلنا لبنان وخياله الشديد ده ودراسته في فرنسا طبعا ايه اللي اهتم بيه في شعره مطران اهتم طبعا بتحليل العواطف الإنسانية فكرة العاطفة الشعور الإحساس يا جماعة دي أهم حاجة عندي تقدير حب الجمال والخير كمثل عليا يتغذى علي الأنقية يبقى برضو فكرة حب الجمال ديت موجودة عندهم وحب الخير ديت موجودة عندهم ودية فكرة المثل العليا عند المدرسة دي يبقى مطران اهتم بفكرة العواطف الإنسانية اهتم بفكرة حب الجمال والخير ديت المثل العليا أنا نشوف تطور القصيدة على يد خليل مطران إيه اللي حصل عند خليل مطران وظهر في القصيدة مثلا القصيدة طبعا بتعبر عن تجربة شعورية تكلمنا عن الفكرة دي تجربة شعورية ذاتية كمان نزول صادقة تجمع المشاعر القائلة والمطلق إذا دي تجربة ذاتية دي أهم حاجة عنده تتفق على الوحدة العضوية واتفقنا أن الوحدة العضوية في شرحنة وحدة موضوع وحدة جو نفسي ده شيء مهم قوي ترابط الأفكار وتسلسلها ده برضو مهم بحيث أن القصيدة كانت زمان يقدروا يشيروا بيت ويحطوا بيت مطران قال لا القصيدة دي كائن حي مقدر أنزع منه شيء شفتوا عبر عنها إزاي قالك القصيدة تانيكم فاكرين كائن حي مقدر شاشين منه جزء يتألم يتأثر ومطلق يعتبر القصيدة دي ابنه الوليد بتاعه بيحافظ عليه جدا وحدة موضوع وحدة جو نفسي ترابط أفكار وتسلسلها فده شيء جميل طب وزمان زمان في القديم هنا كانوا بيعتمدوا على وحدة البيت يعني وحدة البيت يعني البيت أنا ممكن أشيله والقصيدة ما تتغير شخص تمام لا هو عكس الموضوع ده قال لو أنا شلت بيت القصيدة تنهار فده طبعا شيء أساسي عن ديموترون طبعا بالنسبة للصور بقى جاد جميلة جدا واعتمد على الخيال الكل كمان يعني ايه في الخيال كل ديت يا أستاذ طالب الخيال الكل يا ابناء الطلاب اعتمد على ان هو رسام هيرسم بقى هيرسم بالريشة طب ويرسم لي بقى صورة الصورة دي اتفائق ايه اتفائق زي زي الصورة يخطوط للصورة دي اشتغل على الصوت واللون والحركة يبقى اذا الشعر بتاعه خلاص ما عادش بقى الصورة القديمة اللي انا بخدها من القديم زي الكلاسيكيين لا لا ده اعتمد على خيال جديد نوع من الخيال جديد صورة كلية صوت لون حركة يعني ايه صوت يعني بدأ يجيب كلمات فيها صوت زي مثلا دقة زي موج زي مثلا الرعد كده صوت بدأ يجيب لي كلمات تدل على اللون زي مثلا البحر النباتات وهدي تلون جيب لي السماء جيب لي مثلا الاشجار جيب لي الارض كل دي لون لون جيب لي حركة حكايات تدل على الحركة يستخدم لها افعال يجري يدق ينتقل مهمين بدأ يستخدم الكلمات بالشكل ده في تصوره انه هو رسام وبيرسم بس بدأ لما بيرسم بالريشة زي الرسام العادي انا بقى بشاعر وبارسم بالكلمات انا ابناء الطلاب ان احنا نكون متابعين كويس وفهمين ان احنا بنقوله ونحاول نفهم ما ان احفظي نحاول نفهم الكلام طبعا اهم حاجة عنده اتعد عن المفردات الغريبة انا لماذا اجيب كلمة الناس مش عارفاها لماذا اجيب كلمة لازم الناس تروح تفتح المعجم بتاع اللغة العربية عشان يعرفوا معناها لما انا اجيب لهم كلمة سهلة وبسيطة ويفهموها ومش عامية وانا حاجة كلمة برضو عربية فصحة اللي بدأ يختار الكلمات كمين طبعا هو ما قادرش يتخلص مع من القافية الوحدة اللي كان بيعانها القدماء وكان نفسه يتخلص منها بسيطة ما قادرش متران انها في الاتجاه الرومانتيكي بعد متران وتلاميذ متران قادروا يتخلصوا منها انما كمتران نفسه ما قادرش ترانيه ملتزم بالوزن الواحد والقافية الواحدة في معظم أشعار متران تعالوا بقى يا ابناء الطلاب نطبق كده اللي احنا خدنا هذا يالله بيينا كده مع بعض جاهز وراء وقلم وراحة كده ونفهم الاسئلة معينا كل حد من بين البدائل يعتمد شعراء الاتجاه الوجداني على ما هو هنا بتكلم عن شعراء الاتجاه الوجداني عندنا زي مطران مثلا احنا اتكلمنا عن مطران والتلاميذ بتوع مطران من بعده يعني فيه ناس جات من بعده زي العقاد زي مثلا محمود حسن اسماعيل تمام زي إليا أبو ماضي وغيرهم كتير جدا ظهرهم من الاتجاه الوجداني ده الشعر الاتجاه الوجداني ده يعتمد على هل وحدة قصيدة هل وحدة البيت تبكيز وحدة البيت تبكيين وحدة البيت هل تعدد موضوعات في القصيدة ولا تفعيلة واحدة طبعا كلمة تفعيلة واحدة ابناء الطلاب معناها انه هو درب الوزن والقف تفعيلة واحدة دي درب الوزن والقف الوحدة لانهما كانوا بقولوا وزن المقاف واحدة زل القدماء تمام طيب يبقى هو فعلا عمل لنا ايه بقى موترون والانتجاه الوجداني وحدة القصيدة ايه وحدة القصيدة احنا اتكلمنا عن وحدة الموضوع صح وحدة الجو النفس امار وحدة البيت لا وحدة البيت ده ده كانت في القدماء كانت عندي القدماء ما كانش عندي الاتجاه الوجدان اللي هما كانوا بيعتبروا القصيدة ايه البيت وحدة بناء القصيدة وماقدروا ش يغيروا فيه شي وكان ممكن يشيروا بيت ويحطوا بيت تاني وكان موضوع سهلة بالنسبة لهم انما احنا اتكلمنا عن ان المو ترام بيعتبر القصيدة ايه ابن من ابن ابن انا برضو نشوف كده حجة من بين البدائل لا يعتمد تخلي بالك هنا بقول لا 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 يعتمد شعراء الاتجاه الجو بداني على ايه كزا لا يعتمد ما بيعتمد وش عليه وحدة الجو النفسي لا ده كانوا عندهم وحدة الجو النفس ده ويعتمد عليها كويس جدا وحدة الموضوع فاكرين وحدة البيت اه بتاعة القدماء احنا لسه منتكلمين عليها من شوية الوحدة العدوية ده كانت بتاعتهم كانوا بيعتمد عليها الشعور المرهب اه الاحاسيس اللي كانت بتاعتهم تمام يبايزة ان الاختيار هيبقى هو الاختيار رقم باء هو الاختيار الدقيق انه هو ده لا يعتمد خد بالك لا يعتمد ما كانوش بيعتمدوا على وحدة البيت ونحنا اكلمنا عن الموضوع ده وقالنا لأ القصيدة عندهم كائن حي وكل مترابط مع بعض تعالوا نشوف السؤال اللي بعد كده التالت حدد من بين البدائل السمة التي تميز او تميز شعراء رومانتكية من بين تلك السنة في سمة تميز شعراء رومانتكية تمام في سمة تميز مين الرومانتكيين يعني صفة من صفتهم هل هرسم على اللفظ الفصيح ماشي هل عشقهم للطبيعة وتشخصها احنا كان عندنا متران داعش في لبنان ولبنان دي كانت كلها طبيعة فممكن ديت يا ولاد تكون صحيحة يعني هل حديثهم عن الوطن طيب لو انا هتكلم عن الوطن لك احمد شاو تكلمني عن الوطن لأ في الغربة صح ولا لا يعني إنما متران مثلا لأ عندنا مثلا جزء منهم بس هو المهاجر هم الواحدين الذين يتكلموا عن الوطن والغربة وحدة الوزن والقافية طبعا وحدة الوزن والقافية كان بتميز الكلاسيكيين تمام ما كانش بتميز الرومانتيكية يبايزا الاختيار الدقيق هنا هيبقى فعلا عشقهم للطبيعة وتشخيص الطبيعة وطبعا تشخيص الطبيعة ديت يعني بيحول الطبيعة الإنسان لشخص كلمة تشخيص كلمة تشخيص يعني أنا أحول الطبيعة أو تحولين الأشياء إلى إنسان يحول إلى إنسان يبقى كده بيعمل عملية التشخيص طيب تمام مبني شوف الصغال اللي بعد كده اختلاف النهار والليل ينسي اذكر لي الصبع وأيام أنسي وصف لي ملاوة من شباب صورت من تصورات ومسي عصفت قصب اللعوب ومرت سنة حلوة ولذة خلسي ده طبعا أبيات للشاعر الكبير بتاعنا أحمد شوق تمام وهنا الشاعر أحمد شوق يتكلم عن شوف اختلاف النهار والليل ينسي التعاقب بتاع النهار والليل بينسيه ذكرها ليصبها وأيام أنسي تمام يعني الشاعر هنا كان في غربة أيوة نعرف من كده الشاعر كان في غربة تمام وصف ليه ملاوة شوف كلمة ملاوة دي ها ملاوة دي كلمة تراثية أبناء الطلاب كلمة من التراث وهي فترة معناها فترة من الزمن كده كده أنت محتاج معجم علشان تجيب الكلمة دي وتشوف ها صورت من تصورات ومسي ركز كده أنسي مسي خلسي تمام أو خلسي تمام وركز كده في البيت الأولاني اختلاف النهار واللي ينسي ينسي وإيه وأنسي ركز معي دعا فقا نشوف حدد من البيت أهم سمات الكلاسيكية هي السمة الوطحة هنا من الكلاسيكيين هل جمال التصوير هل الانتجاه الوجداني نعم الكلاسيكيين مش الاتجاه الوجداني على طول يعني دي لازم انتشال تستبعدها يا هل دي تستبعدها وحدة الوزن والقافية والله ممكن تحليل عواطف الإنسانية لا شلهالي برضو لأن دي الرومانتيكية شاطرين طيب بيزا اللي جاب الأدق بقى هنا والأفضل هي هتبقى رقم جيم وهي طبعا سمة ثابتة عند الكلاسيكيين هي وحدة الوزن والقافية وهم كده كانوا بيقلدوا من القدماء لما أنا قلت لكم هم بيحاولوا يقلدوا القدماء برضو السؤال اللي معانا نفس الأبيات بتاعت أحمد شوق هو اللي برضو حدد لي سمة من سمات الكلاسيكيين طبعا هنا زي ما احنا شفنا من الأبيات كده أنا عندي كنا اتكلمنا عن يونسي وعندي أنسي اتكلمنا عن ماسي وخالسي اتكلمنا كمان عن كلمة ملاوة من القدمات القديمة ممكن برضو نتكلم عن عصفت كالصبا اللعوب السورة دي اللي هو جاي بيالي الشاعر ودي سورة مركبة أبناء الطلاب نسميها سورة مركبة يبلي فيها كذا سورة عصفت اللي هي فترة الشباب كالصبا اهو عصفت كالصبا هدو سورة هدو سورة وهم جاي الصبا اللعوب برضو سورة تانية بفتاة رشيقة لعوب يعني رشيقة جميلة يبقى هو أين عملني عملية التركيب في السورة كانت برضو منها سمات أحمد شوق ومرت سنة حلوة ولزة خلص حدد السمة ليست يا أبناء الطلاب ليست من سمات الكلاسيكية احنا دلوقتي عمليين نطلع من سمات الكلاسيكية اخد دالك نوب ليست تعال التصريع التصريع ده سمة من سمات الكلاسيكية ووجد اهو شايفين التصريع اهو هو ده التصريع أبناء الطلاب اللي انا كلمنا عليه اول بيت والقصيدة الشطر الأول اهو ودي الشطر الثاني ونهاية الشطر الأول ونهاية الشطر الثاني زي بعض ده تصريع موجود طيب وحدة عضوية وحدة عضوية وحدة موضوع ووحدة جو نفسي وحدة موضوع وحدة جو نفسي مطران اهو طب لغة رواسية دي كانت موجودة وموجودة كلمة ملاوة اهتمام بوزن وقفية موجود والقفية الوحدة يعني كل ده موجود امال ايه اللي مشتباح هم ايو انا سمعك هوا بتقولولي الوحدة العضوية عصصصتر احنا فهمنا شاطرين شاطرين ابناء الطلاب هتمنى انتو بتكونوا ايه اهمين الادب زم احنا حولنا نشرح حلو حدد مما يلي سبب ظهور جيل جديد انصرف عن الكلاسيكي ايه اللي خلى يظهر جيل جديد يبتعد عن الكلاسيكي هل الرغبة في الظهور هم حبين انهما يظهروا يعني يعملوا حاجة جديدة هل مراعاة لظروف العصر اللي ظهر ولا حب الرومانتكية الغربية دون التراث هم حبين انهم الاجانب ومش حبين تراثنا العربي ولا اهتمام الكلاسيكية بالصياغ على حساب الوجدان ولا ان الكلاسيكية اصلا عندهم مشكلة في حتة انهم ايه بيهتموا بالصياغة وما بيهتموش بالوجدان اه فعلا احنا كان عندنا حكاية الوجدان دي مهمة عنده متران انما في الكلاسيكية كان بيهتموا بالصياغة ودي كانت مشكلة كبيرة جدا يبقى فعلا ده كان سبب من اسباب ان يظهر جيل متران وجيل الرومانتكية ان احنا اهتم يا جماعة بالوجدان اهتم بالاحساس والمشاعر بدل الاصياغة والعملية التقليد اللي كان فيها الكلاسيكيين الشمس في شفق يسيل نداره فوق العقيق على ذران سوداء مرت خلال غمامتين تحضر وتقترت قد دمعة الحمراء طبعا ده هنا نص المساء لمطران على ذك تمامي هنا الشعر مطران مر بتجربة هي التجربة بتاعته تجربة ذاتية مر بها وهنا يتكلم عن الغروب الشمس في شفق يسيل نداره الندار هو الزهب فوق العقيق على ذران سوداء خلال غمامتين تحضر يرسم لنا الصورة هو هنا رسام بس رسام بالكلمات ميز أهم سمات الرومانتكية في الأبيان هل وحدة وزن وقفية هل دي أصلا سمة من الرومانتكية لا طبعا ما كانتش موجودة بس هم ما قدرواش تخلصوا منها تماما زي ما احنا اتكلمنا يعني في جزء موجود وجزء مش موجود البدء بالتصريع طبعا هم رفضوا حكاية البدء بالتصريع دي تماما تحليل العواطف شيوع الحكمة لا دي كانت في الكلاسيكية يعني تماما مش موجودة معايا يبقى إذن أهم سمة كانت موجودة هي تحليل العواطف الإنسانية عند شعراء الرومانتكية نفس العبيات حدد أهم السمات الرومانتكية من حيث التجربة الشعورية هل هي تجربة عامة تجربتهم اللي كانوا بيشتغلوا بيها ولا تجربة ذاتية لازم يمر هما بتجربة ذاتية تجمع بين الشعر والمتلقي ولا تجربة ذاتية تحولت إلى عامة دي شوفناها في النص يا أحمد شوئي ولا شعور الحكمة والاقتباس لا أنا بتكلم على تجربة والتجربة عندي إما ذاتية تجربة شعورية إما ذاتية إما عامة إما ذاتية تحولت إلى عامة هو هنا بيتكلم تجربة الرومانتيكية طالما رومانتيكية أبناء الطلاب يبا إذن هي تجربة إيه تجربة ذاتية تجمع بين الشاعر والمتلق وده شيء أساسي عند الرومانتيكيين أتمنى أبناء الطلاب تكونوا استفدتوا النهاردة من شرحنا للأدم كم معكم طرق العليمي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة